ميشيل حايك خبير الابراج العبقاري بيقول ان البرج ده بالذات هيبقى ميلياردير وهيودع ايام الفقر للابد هنشوف مع بعض ايه البرج الاقصر حظا قبل نهاية عشرين اربعة وعشرين في البداية يا ريت ما تنسوش الاشتراك في قناتي قناة عبر عامر وتحطوا لايك تحت الفيديو ويريد تشيروا الفيديو عشان الفيديو يعني يوصل لعدد اكبر من المتابعين والقناة تكبر بكم وليكم ان شاء الله ميشيل حايك قال ان يعني خلاص احنا في النهايات عشرين اربعة وعشرين على خير يا رب بازن الله قال ان في برج هو المحزوز وهو ملك الحزوز كلها في عشرين اربعة وعشرين يعني محزوزه على كافة الاصعيدة عشان ده وفقا لمصاري الشمس وحركة النجوم والكواكب قال ان برج الجدي برج الجدي يبقى هيحصل على رزق كتير وفروة مالية كبيرة مع فرص ذات الدخل والحصول على مكافآت مالية ضخمة وقال ان كوكب المشترى يستمر في دال بالحظ له وفقا لقوله ترجمة نانسي قنقر